السلام عليكم كنت أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير أول حاجة كنت أريد أن أشكركم بزاف على اللايك اللي كاتخلي بلي على الكومنتر ديالكم على الدعم ديالكم وعلى التساؤلات ديالكم اللي تتصوصني تتبقوا تصويني سواء في انستغرام سواء فيسبوك سواء في يوتيوب فين غبرتي ما بقيتش كاتكو حلي فيديو بزاف كيف كنتم مؤلفة ولكن هادشي كله عند واحد سبب اللي سنتطرق لي في هذا الفيديو دياليوم و الحاجة الثانية اللي سنضوئ لها في هذا الفيديو دياليوم هي النتائج هادالسكانيار اللي درت هادج معها هايدي واللي بغيت نشاركها معكم كيف ما كنشارك معكم كل شي دونك هاد نشارك معكم حتى هادالنتائج هادول دونك بقوا معاية ثلاثة الفيديو باش في هذا الفيديو سوف نتركوا النتائج السكان التي قمت بها في 1-3 ايام من مرة ما جاءت المغرب بديت في الدواء هذا الدواء هو كيماوي وهذا الدواء نشرح لكم كنقترح على الأطباء جالي هذا العام تقريبا و انا من اللي ساليت كيماوي الول ما بقيتش بغيت ندير الكيماوي ما كنتش بقى مازال بغان دير الكيماوي لانه ذاك شيء دازلية كان فائل بساف بالنسبة للناس اللي ما عارفينش يقدروا يرجعوا الفيديوهات اللولين ديالي كنت هضرت بالطيطة على الكيماوي اللي درت و كان اجهد مكان يعني كنت درت جوج ديال الدواءات في دواء واحد و كنت تهلكت بزاف و عيت بزاف و كانوا عندوا بزاف ديال الأطباء الجانبية سوى نفسيا سوى جسديا كيف قلت لكم كانوا اقترحوه علي الأطباء و ما بغيتش وبسبب انني رفض الضدواء يعني للكونسر بقى تزاد من اللي رجعت عاودوا اقترحوه علي لانه قالوا لي بانه اخف من دواء ديال اللي كنت درت فلول لانه هنا احد القادية معرف شوش كينتها في المغرب و دول العربية و لاغيهنا لانه الكيماوي فيها انواع من غير الكيماوي ديال كلها مرض انا كان دوي على بعض المرات مرض واحد كيكونوا عندو بزاف الانواع ديال الكيماوي لانا تقترح علي من غير ليدر داك العام جوج الانواع اخرين ديال الكيماوي و اختارت واحد فيهم اللي هو اللي كان اختار في عيديا داك العام اللي هو اخف من الكيماوي ديال اللي درت ما عاودت عشال من مرة ولكن مو يمغي باش نشرح ليكم و نحطقه في الصورة ورجعت درته والحمد لله هو تعيي ولكن يعني خف من هذك اللي دبت داك العام خف منه بزاف و خطيب طرح كيماوي بتهلك الكور ديالك و تحتبراتك يعني خاوي من الداخل و عيان فدوك اللي ايامة اللي اولا يعني عندك واحد سيمانة بروس دوك تلت يام ديال الكيماوي تتكون كاو تيكنيك يعني يالله يالله مورا دوك يعني فطوطر العشري ايام تتبدأ تحتبراتك شوية مزيان على ما تحتبراتك مزيان و المناعة تتطلع كي عاود يجي الراوند التاني او لا سيشن تاني او لا سايكل تاني ديال الكيماوي اه Performance نحن تريد ان تقوم شوية في صورة دا اللي كن د part هذا الله هذا اه درت Silva جوج دال الحصص و اضرتس اه سكانير هذا سكانير دال ديال الجسد كامل بعد أن يرى فينه وصل المرض وفي المفاجأة أن المرض نقص بزاف الحمد لله وشكه لله وفريمون كانت النسائج اللي صدمتني لأنه ما تخيلش أنه يتنقص لهذا الدرجة يعني ما عرفش كيفاش غنقول لكم يعني تومور اللي ديل 11 سنتيمتر والت فيها 4 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر أنا كان أعطيكم غير إكزامبل ديل شحل تنقص ما أنا لا تومور ما فيها 11 سنتيمتر أنا كان أعطيكم يعني يعني نقص كتر من نص يعني رأها أرجوش الحصص رأها شي حاجة اللي واو سبحان الله وكان حمد ربيه وكان شكرا بزاف على يعني على كل شي على لأنه هاد شي كله كي تراب للواحد سبب كيفاش أنه ولي ما كنش باغاه ولكن نقولو يعني رجعو نقولو ما كانش مكتاب علي نديرو هاديك ساعة ما كانش مقدر علي نديرو ولكن هاد العام أه الحمد لله كتاب أنني نديرو ما عرف شوش كاتبا لكم يدير أغاتبا لكم يعني ناقصة بزاف بزاف من اللي كانت لأنه كنت كان صور في البرد وكنت كان أغاتبا لكم وكانت كاتبا لكم وكانت كاتبا لكم وكانت كاتبا لكم ديم الفوخة لكن الحمد لله وشكره لله منفيخ اللي بقى تقريبا لغاية العمل اللي كنت دارت علي يدي وغاية ما نلحد الآن بقى مصدومة لأن النتائج لا قريسهم الصباح قريسهم وعود قريسهم تنقول واو زي ما كيفاش مبعد غرجوش الحصص و يعني كين هاد هاد الهدفيرانس الحمد لله الحمد لله الحمد لله وي الحمد لله هاد شي اللي غادي نقول وغادي نقول لكم بأن تل الراحة اللي عطيت الراسي لأنه كيف شفتو مبكتش كنصور بزداف كيف قبل حيت واختبانو لكم نفيديو راه ساهلين راه تنحط شاك 2 ولا 3 جوه ولكن من يوتيوب راه فيه واحد نقولو مابين 5 ادي بورسان دو سترس لأنه انا تيعيج منين صورت ايج منين نبارتاجي معاكم شنو سينغير تنبغين نشارك معاكم حوية جزوينين من اللي جيت وكان المرض وكان دوك المعاناة في اللول شوية ما بغيتش نصور لكم ذاك شي لأنني ما موالفاش نصور لكم شي حاجة اللي خيبة ولا اللي نيغاتيف وكان دوك المعاناة وهذه الراحة كي قلت لكم اللي عطيت الراسة من اليوتيوب بعد من اليوتيوب تهي عاونتني بزاف لأنه من اللي تتحيد على راسك اللي صخص دوست خس تترتاح تترتاح موغال ما تتخلي لكو غدالك توايرتاح لأنه الراحة تتكون يعني ما بين البسيشيك والفيزيك إلا كترتاح فيزيك مو راسك خدام وما تترتاح ولا راسك مرتاح ونتخدم فيزيك مو عرب ما مرتاحش نخص تكون بجوش يعني يكون الراس مرتاح وليكوغ مرتاح وهذا شي اللي قلت وباش نخلي الدواء يختم على راحتو باش نعاون راسي ونعاون أطباء دالي لأنني تنشوفهم تهوما شحال يعني شحالتي مش يتيتعذبو لكن شحالتي انسيستي ولا أنني بنرتاح ولا أنني ندير الدواء باش نحس براسي مزيان وهذا بغميلي زافانتاج الحمد لله الحمد لله اللي عندي في هذه البلاد اللي نتمنى يكونوا عندنا تحنا في المغرب وفي الدول العربية اللي هي الإنسانية لهاد الناس كيفاش كتشوف الطبيب يعني كي انسيستي يخصك تدير وانتا ما بغيش تدير واحد دواء وهو تيقولك الله رخصك تدير أنا جوش في الشعور يعني طبيب ما باش ما نحددش ولكن قول وما نعممش عاو تاني ولكن الأغلبية ما فيهمش درة الإنسانية اللي كانوا عندهم في الدول العربية يعني الأغلبية بيعوا ويشريوا في الناس في الأمراض ديالهم ما غادشي انسيستي لك تديرش يدواء إلا قلت لي إلا ما بيتش نددواء يقولك صافي سيد الله يعاوني هنا لاتي انسيستي لك هاش نوخسك تدير و تدير وكعتك لي زوبش إلا ما بيتش هذه هاتش مو تقدر تدير ما تخليش رسك بلاش حت ما عرفتش هاتش وش فيهم هما اولا هاتش قروه اولا خدمه مهم الإنسانية دا الأطباء الإنسانية الفرملية الإنسانية دا الجميع التقم اللي كيكون في السبيطر تتعاملوا معاك بواحد طريقة يعني بزاف بزاف وانا من غير الطبيب دالي عندي واحد الفرملية اللي نوع الماجور دا الفرملية اللي تتعاملوا بواحد طريقة اولا انت تتسبغي الضوب تمام بتتذكره وش تقول واو وش كيني الناس بحال هكا وش كيني الناس اللي تتعاملوا بحال هكا والحمد لله كي قلت لكم هادو بغميلي زمنتاج جلا انني يعني سواجدت في هاد البلاد هاتي الحمد لله ربي نسخر لي هاد الناس هادو لانه لانه يكون لداء دواء ولكنت ربي نسخر لك بعض الاسباب بعض الناس كي يسفتهم لك ببشكريحوك وكيعاونوك فالراحة دالك الحمد لله مشنو كنت بغيت نقول آخر اه وعندي واحد الميساج للناس لانه اي واحد مريض اي مرض كيف مكان اه مرض بوزمين سرطان اي مرض كيف مكان انا اي مرسك تخدم على المونطة لانه تكون مرتاح في المونطة لانه ستحاول ومساهلش ولكن ستخدم على رأسك تخدم على لانه الانه بوزمين اللي اعزاز عليك ولكن ماشي هيرا اعزاز عليك وبغييالك الخير وغيزيدو بك القدام وغيزو بك للفوق وبينسخت الضوء والطبيب سول على رأسك سول على رأسك عند الطبيب شوف اللي زوبشون اللي عندك خود الضوء دجالك مديروش بحالي قسط تحت راسي ولكن كترجع و تقول على الثاني ما كاتب ما مكتابش عليها ناخد الضوء ذاك العام ولكن مكتاب عليها ناخدوها ذاك العام و نحس براسي حسين لأنه مشي المرض اللي تقتل ان الناس ستركشتوا غير غير لفات من درس ديل كورونا لأن الكورونا مجحوها كبير لأحبت الدروس نعمال ما والناس اللي يفهموا كي شتورة هي نزلة البرد عادية سوف يجب ان شرب كي قليكم كورونا فجرت صراح هي نعمال ما غير غريب وحدنا وعند يلا قريب ولكن يقول لش حق لدي الناس يكون كان قال قبل كورونا انه ان قريب غا تجي وغا تقتل الناس بحلقة ويقدر ان قريب كيف مكان نوعها يعني تقتل الواحد ويقدر مرض مزمن او لا مرض القلب وشرايين او لا سرطان ما يقتلكش تقدر تعيش به سنين و سنين لانه كي تكون تسمى مرض مزمن يعني ما كيجيش وكيد كتشرب دول يبخانو كيمشي يعني هو تبقى معك ولكن تقدر تعيش به وكان اللي زبط شون انك تعيش بسرطان او بمرض القلب وشرايين وتقدر ما تعيش بمرض عادي كان الناس كتجيو مستخانة كيموتو كان الناس يعني سيطح من دروش تيموت بعض مرات الناس هيركسيدة قتلاتهم وإلى جانا غيري استاتيستيك مودال غا تلقاو بانه السبب الاول دال الوفيات في العالم هو امراض القلب وشرايين مايما ما كان خلعش اصحاب القلب وشرايين ولكن هذا هو السبب رقم واحد تابعو الراكسيدون او الحوادي تصير اعاد ثالثا السرطان بوك الناس اللي كيشوفوا اعلى ان السرطان المرض بقاتل لا را مش قاتل را دفوا غيره بسيشي كدال كيقتلك الناس بعد مرات كيشو به زينين ما تكونوش عارفين ونهار تعرف تدو السيمانة يموت لماذا؟ لانه البسيشي كداله يلعب عليه لانه اللي تسمع سرطان سوف يتكو را صونير يغنبوت سوف يبقى يحلم به بالصباح البسيشي كدالك هو اللي تقتلك وخسكم تعرفوا بانه اللي هو واحد العضو اللي هو خطير بزاف اي حاجة تقدر تقولها لي قلتها لالاختة دالي قلت لك هو العضو الوحيد لنية يعني اي حاجة قلتها لي اي حاجة اوخدتكون غير كدبة قلتها لعقل دالك يقدر يتطيقها ويخلك انك تطيق ديك الكدبة وتتعايش معها دونك ردو البال من البسيشيك دالكم ما تخليوش يقتر عليكم ما تخليوش الانغيوان موت دالكم يقتر عليكم ما تخليش واحد يجي يقولك كلمة اللي تعرفيكه سبط ما كي لاش منسا ادرب لكوغ منسا ادرب لكوغ دالك منسا ادرب لكوغ دالك دونك كي كتلكم خدموالا لبالا بولانتي دالكم الانغيوانان دالكم مقهوها الناس اللي تكسيك بعدكم اددرو بهم ما غيزيدوكم ما غيينقصوكم ودو دالك وشربو وخوضو وناقشو بشرون مع طبيب دالك وعطر راس كالراحة ومن هدل الاخره غنقول لكم بانني انا اعطيت الراسة وما زال غنعطيها نقدر نخبر عليكم في يوتيوب ما عرف شوش غنضان حت فيديو شاك موى ما عرف ش صراحة مويم انا لقيت رحتي في هادش اللي كندير والحمدالله لقيت علي نتائج مفرحة بزاف نوك غنكمل في هاد فترة النقاها اللي ديرا و هادش كامل باش رجع لكم محسن و رجع لكم اصح والحمدالله و شكره لله و صراحة ما بغيتش انا نحبس اليوتيوب ديفينيتيف ما لكي كتلكم غنعطي راسي جو ركول يعني غنقلس ترتاح مع راسي و نخلي الدواء يخنم مزيان فلوكور دي بش ان شاء الله نشوفوا نتائج محسن 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 و رجع لكم بمحسن ان شاء الله هادش اللي كان كنتمنى ما نكونش طولت عليكم في هاد الفيديو هادي و هنقول لكم الى الفيديو القادم لي ما عرفتش امتى غيكون ولكن ان شاء الله غيكون ضروري و هادش اللي كان و هنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله